اشتركوا في القناة 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 أما زينب فقد حبسها أبو العاص وقدم أبناء أبي بكر الصديق إلى المدينة شيئا فشيئا قدم الناس من مكة مهاجرين تكامل المهاجرون لكن أصابهم مرض في المدينة وكانت المدينة فيها وباء إذا دخلها أي غريب عنها أصابه هذا المرض فأصيب به أبو بكر الصديق حتى جلس يقول شعرا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أما بلال فلما أصيب بمرض المدينة أخذ يتذكر مكة وما كان فيها حتى قال النبي اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة اللهم بارك في صاعها اللهم بارك في ثمرها اللهم بارك في مدها ثم قال اللهم انقل وباءها إلى الجحفة أي أخرج أمراض المدينة إلى أرض أخرى فرأى النبي في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فزعة إلى أرض الجحفة ففسرها للصحابة أن الله أمر أن يخرج وباء المدينة إلى تلك الأرض فعوفي الصحابة بعد هذا ترجمة نانسي قنقر أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بناء المسجد وشجع الصحابة عليه فقاموا بكل همة ونشاط وحماس يبنون بيتا من بيوت الله جل وعلا والنبي معهم بل النبي كان أولهم يبني المسجد معهم فلما رآه الأنصار والمهاجرون قال قائلهم لَإِن قَعِدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُوا لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُّ الْمُضَلَّلُوا وقاموا يرجزون لَإِن قَعِدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُوا لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُوا لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُّ الْمُضَلَّلُوا فلما رأهم النبي يقولون هذا وهو يبني معهم قال معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فارحم الأنصار والمهاجرة فلما سمع المهاجرون والأنصار النبي يدعو لهم قاموا يقولون مثله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وهم يبنون المسجد بكل همة وحماس بل كم كانوا يحبون هذا العمل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأمة تبنى بداية من هذا المسجد والدعوة تنطلق من هذا المسجد وألفة المسلمين موطنها هذا المسجد كان عمار بن ياسر يحمل حملا ثقيلا ويحمل حملا ثقيلا فقال الرسول الله قتلوني بالحمل قتلوني بما يحملوني فنظر النبي إلى عمار قال ويح عمار لا تقتله هذه الفئة لا يقتلونك أولئك يا عمار بل تقتلك الفئة الباغية وكانت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يبنى مسجد رسول الله من خير من هؤلاء البشر الذين يبنون هذا المكان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى الآن لم يبنى حتى مسكنه صلى الله عليه وسلم وكان قد نزل عند أبي أيوب للأنصاري أما أبو أيوب من أخلاقه مع رسول الله كانت عنده غرفتان أحدهما فوق الأخرى فقال يا رسول الله كن في العلو وأكون وزوجتي في السفل لا أكون فوقك يا رسول الله قال بل أرفق بنا وأرحم بنا يا أبا أيوب أن نكون في السفل حتى يخشان الناس ونجلس مع الناس فرضي أبو أيوب أن يكون النبي تحته وهو أعلاه يقول أبو أيوب للأنصاري في يوم من الأيام إن كسر حب لنا قربة لنا فسكب الماء فخفنا أن ينزل على رسول الله ولم يكن عندنا إلا لحاف نتغطى به فأسرعنا باللحاف ننشف الماء حتى لا يتقاطل على رسول الله وكنا إذا أوصلنا العشاء له أرجعنا العشاء فنتلمس مواطن يده فنأكل منها نلتمس بركة رسول الله وهكذا بني المسجد وبني بيت لرسول الله ينزل فيه فخرج من بيت أبي أيوب للأنصاري وسكن في بيت بالقرب بل ملاصقا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرح ثم وعظهم عليه الصلاة والسلام وبدأت الآن أول قواعد الدولة الإسلامية أول ما بدأ النبي به أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع بين المهاجرين والأنصار هؤلاء فقراء جاءوا من بلادهم لا يملكون شيئا نساؤهم رجالهم أطفالهم صبيانهم حتى من كان يملك فإن قريشا لم تدعوا يأخذوا ماله سلبتهم أموالهم فخرجوا فقراء مساكين لجأوا إلى إخوانهم في المدينة لما وصل الناس إلى المدينة النبي الآن يريد أن يؤسس دولة إسلامية متماسكة مترابطة فهؤلاء يختلفون عن هؤلاء فبدأ النبي بقضية المؤاخى فآخى بين المهاجرين والأنصار والأمر كان صعبا فالأنصار بينهم قتال وبينهم حروب لسنوات طويلة الآن يريد النبي أن يؤلف بين الأنصار بعضهم بعضا وكذلك بين الأنصار والغرباء المهاجرين الذين ألفوا عليهم فبدأ النبي يؤلف بين قلبين قلبين فلان مع فلان حمزة مع زيد وجعل علي بن أبي طالب معه وهكذا يؤلف الله قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم القضية ربانية ولكن الله ألف بينهم الرب عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب وكان ممن ألف بينهم رجل اسمه سعد بن الربيع أنصاري فآخى بينه عليه الصلاة والسلام وبين عبد الرحمن ابن عوف المهاجري وكان عبد الرحمن تاجرا في مكة لكن أهل مكة سلبوه كل ماله فلما نزل على سعد بن الربيع شوفوا الآن التضحية وانظروا إلى الإيثار قسم نصف ماله لعبد الرحمن بن عوف ونصف بيته لعبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن وحيدا قال عندي زوجتان سعد يقول له قال اختر أيهما تشاء اطلقها فتتزوجها فابتسم عبد الرحمن بن عوف قال امسك عليك مالك وامسك عليك زوجك بارك الله لك فيهما لكن دلني على السوق عبد الرحمن بن عوف رجل تاجر يعرف كيف يكسب تجارته فخرج عبد الرحمن بن عوف ثم رجع آخر النهار بيده بضع دريهما ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى بدأ يكسب أكثر وأكثر حتى رأاه النبي يوما من الأيام تغير وجهه قال ما بالك يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله قال وما أمهرتها ما أصدقتها ما أعطيتها من مهر وصداق قال قدر نوات ذهبا وهكذا أغناه الرب بكسب يده أما الأنصار فقد ضربوا أروع الأمثلة الكل منهم يتبرع بأمواله يتبرع ببيته يؤف قراء المهاجرين مع أنهم لا تربطهم قرابة بين هؤلاء وهؤلاء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم حبا القضية حب قلب تألف ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بل أكثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان الواحد منهم محتاجا للمال يتبرع به محتاجا للبيت يؤثره لأجل من أخيه المهاجري فتأسست دولة من أعظم الدول ألفة كيف كانوا متفرقين وكيف كانوا متعادين وكيف كان يحارب بعضهم بعضا ومع هذا ألف الله بين قلوبهم فتأسست دولة إسلامية عظيمة قلوب بعضها متآلفة مع بعض هذه أول قواعد هذه الدولة المباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان الناس في المدينة إذا حل وقت الصلاة جاءوا للمسجد يصلون ولم يكن هناك شيء ينبههم أن الصلاة قد حان وقتها اتخذ الناس وفكروا أن يتخذوا بوقا كاليهود لكن الأمر لم يقبل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم فكر بعضهم أن يتخذوا ناقوسا كالنصارى لكنه لا يقبل حتى جاءه رجل أنصاري اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام رؤيا رأى أن رجلا عليه ثوبين أو ثوبان أخضران وبيده ناقوس فإذا به يقول هل تبيعني هذا الناقوس قال ما تصنع به قال أنبه الناس على الصلاة قال أفلا أدلك على خير منه قال بلى قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله وعلمه الأذان فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره به فعلم النبي أنها إشارة على تنبيه الصلاة فقال النبي له أخبر بها بلالا وألقيها على بلال قال ولما يا رسول الله قال فإنه أندى صوتا منك فإذا ببلال كلما حان وقت الصلاة قام على بيت امرأة من بني النجار أطولوا الناس بيوتا عند المسجد فيرقاه بلال ويكبر مناديا بالصلاة ويكبر الناس بتكبيره كلما حل وقت الصلاة قام بلال يؤذن بها وهكذا شرع الأذان لكل صلاة اليهود يعيشون في المدينة ومن بداية وصول النبي إلى المدينة بدأوا بالعداوة له يهود طبيعتهم مع كل الأنبياء مع أنهم كانوا ينتظرون النبي ويعلمون بخروجه وكانوا يتوعدون الناس به ومع هذا أول ما وصل تقول صفية بنت حيي ابن أخطب وكانت يهودية قبل أن تدخل بالإسلام وتكون أما للمؤمنين رضي الله عنها تقول كنت أحب أبنائي أبي لي وأبوها سيد قومه حيي ابن أخطب تقول وكنت جالسة فدخل علي في اليوم الذي وصل فيه الرسول إلى قباء تقول وكنت جالسة في البيت إذ دخل علي أبي وعمي ياسر ابن أخطب حيي وياسر يقول فعرفت في وجهيهما أن شيئا قد حصل تقول فكنت أحاول أن ألعب مع أبي لكنه لم يلتفت إلي ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول فسأل عمي ياسر سأل أبي أهو هو؟ يعني هو الرسول الذي نجده عندنا في الكتاب فقال حيي بن أخطب نعم هو أي هو الذي وجدناه عندنا في الكتاب والذي بشرنا به الناس فقال ياسر لحيي أتثبت منه؟ تأكت أنه هو النبي الموعود؟ قال نعم تثبت إنه هو فقال ياسر لحيي بن أخطب وماذا سوف تصنع؟ قال والله عداوته ما بقيت الله أكبر يعرف أن نبي ومتأكد أنه نبي وينتظره ويبشر الناس به ثم لما تثبت قال عداوته ما بقيت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم متأكدين من أنه هو رسول الله كما يتأكد الواحد من أبنائه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله أكبر يوم يعرف اليهود أن الله يبعث إليهم نبيا فيصرون على عداوته أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون رجل من أحبار اليهود من علماء اليهود اسمه عبد الله بن سلام يقول لما سمعت بمقدم النبي كنت على نخلة يقول فكانت عمتي عندي يقول فلما سمعت بأن الرسول أقبل في المدينة قلت الله أكبر قالت عمتي طبحك الله لو سمعت بموسى بن عمران ما زدت على هذا فقلت يا عمتي هو وموسى أخوان هذا نبي وهذا نبي فقالت لي عمتي أهو النبي الذي بشرنا به أنه يبعث في نسم الساعة قلت نعم يا عمه نعم إنه هو يقول فذهبت إليه فنظرت إلى وجهي فعلمت أول ما رأيته أن هذا الوجه ليس بوجهي كذاب هذا عالم العلماء اليهود يقول فجلست عند النبي وأعلنت إسلامي ثم قلت يا رسول الله إن يهود قوم بهت فإذا جاءوك فسلهم عني يعني اختبرهم فيني أراد أحبار اليهود أن يأتوا إلى رسول الله يختبرون النبي ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاختبأت عند الرسول في حائط اختبأ وراء جدار فلما قدم أحبار اليهود يسألون النبي عن دينه وعن إسلامه قال النبي لهم ما تعدون عبد الله بن السلام فيكم قالوا هو حبرنا وابن حبرنا هو سيدنا وابن سيدنا قال النبي لهم أرأيتم لو أسلم قالوا نعيذه بالله أن يسلم عبد الله بن السلام يسلم هذا حبر عالم عندنا فخرج عبد الله بن السلام يقول أمامهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما نظروا إليه تغيرت وجوههم وقالوا هو شرنا وابن شرنا الله أكبر قبل قليل سيدنا وابن سيدنا ألأها شرنا وابن شرنا قال عبد الله يا رسول الله أرأيت إنهم يهود قوم بهت بدأوا بالعداوة لرسول الله منذ أن قدم النبي المدينة مع أنهم يعرفون أنه رسول الله لما نظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بين المسلمين في المدينة بقي من اليهود الذين يجاورونهم بن قينقاع بن النظير بن قريضة أقرب الكفار لهم فنظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بينه وبينهم لهم كل الحقوق له ما لهم وعليه ما عليهم كان من أساسي هذا العقد الذي بينه وبينهم لا إكراه في الدين فلم يلزمهم بدينه ولم يجبرهم على عقيدته بل تركهم على دينهم لكن هذه أول علاقات دولية بين النبي وبين غيرهم من الكفار وعاش اليهود بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتعون بكامل حقوقهم لكن المشركين في مكة لم يتركوا النبي وأصحابه على حالهم فاتصلوا بمن برأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول يحرضونه على مقاتلة محمد وأصحابه فقالوا لعبد الله بعد أن اجتمعوا به قال كبير المشركين لعبد الله آويتم محمدا والصباتة وهم قد خرجوا من عندنا فإما أن تقاتلوهم أو تخرجوهم أو والله لنقاتلنكم فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فإذا بعبد الله ابن أبي استغل الفرصة وحرض قومه على رسول الله لكنهم لما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناءكم تراجع الجميع وانفضوا من حول عبد الله بن أبي بن سلول ظل الوضع صعبا في بداية استقرار النبي في المدينة وكان الخطر يداهم الصحابة والمؤمنين حتى تقول عائشة تقول في مرة من المرات كنت مع النبي في مكانه الذي جعل له تقول فسمعته يقول ليت رجلا صالحا يحرسنا الليلة ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة تقول عائشة فسمعنا خشخشة سلاح عند باب البيت فقال النبي من فقال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله قال النبي له من الذي جاء بك قال سعد خفت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك الله عز وجل بعثه فاطمأن النبي صلى الله عليه عليه وسلم فنام تلك الليلة ثم بعدها ظل الصحابة يتناوبون على حراسة رسول الله هذه أول أيام الرسول في المدينة حتى أنزل الرب عز وجل يطمئن النبي والله يعصمك والله يعصمك من الناس فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم لأصحابه اتركوني فإن الله عز وجل قد عصمني أي الله عز وجل قد حفظني الله يحفظ نبيه الله يرعاه الله عز وجل يكلأه مرة الأيام والمشركون يحاولون أن يجدوا فرصة للانقضاض على رسول الله وعلى أصحابه كيف أفلتوا منا خرج سعد بن معاذ من الأنصار يريد الحرم وزيارة الكعبة فنزل عند أمية ابن خلف فقال سعد لي أمية جد لي وقتا أطوف فيه بالبيت يكون خاليا فوجد فرصة قال الآن طف وخرج معه أمية ابن خلف فرآه من أبو جهل قال من معك يا أمية قال هذا سعد بن معاذ فقال أبو جهل آويتم الصبات وتطوفون بالبيت آمنين والله لا ندعكم يريدون أن يصدوا الناس عن البيت الحرام فقال سعد بن معاذ قال والله لئن منعتنا من أن نطوف بالبيت لنمنعنكم طريقكم إلى الشام فكأن أبا جهل فزع من مقولته قال والله لو لم يكن معك أبو صفوان يعني أمية ما عدت لأهلك سالما فخرج سعد إلى رسول الله يخبره أن المشركين منعوه حتى الطواف بالبيت مرحلة الخطر اشتدت الآن أذى قريش زاد أنتم لا تملكون هذا البيت هذا البيت بناه إبراهيم هذا بيت الله جل وعلا هذا جعل للزيارة والعبادة هذا أول بيت وضع للناس ولكن خبث قريش ومكرهم جعلهم يصدون الناس حتى عن البيت مرت الأيام شفد الخطر على النبي وأصحابه في المدينة صار كل واحد لا ينام إلا والسلاح معه في مثل هذه الأيام والفترة الأولى في المدينة أنزل الرب عز وجل الإذن بمرحلة جديدة وهو القتال في سبيل الله أذن للذين يقاتلون أنزلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير فأخبر النبي أصحابه أن الله عز وجل أمرنا بالقتال في سبيله وحث الصحابة على التدرب للقتال والتجهز للجهاد في سبيل الله كالنور في جنح الظلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم اشتركوا في القناة